اشتركوا في القناة الابتدائي الترم الثاني درسونا بعنوان الله السلام الله السلام لكن قبل ما نبدأ ونبع على حضرتكم ان كل الرابط التي تخص الصف الثالث الابتدائي كلها ستجدونها في صندوق الوصف اسفل الفيديو منهج اللغة العربية والامتحانات الخاصة بمنهج اللغة العربية لجميع الصفوف وايضا سلسلة تأسيس النحو للاطفال تعالوا مع بعض نبدأ درسنا لكن قبل ما نبدأ الدرس عايزين نعرف احنا هنتكلم عن ايه وموضوعات المحور الثالث طبعا احنا عارفين ان في الترم الثاني هندرس المحورين المحور الثالث بعنوان كيف يعمل العالم والمحور الرابع بعنوان التواصل هنبدأ بعض في عرض موضوعات المحور الثالث اللي هو بعنوان كيف يعمل العالم احنا عندنا في التربية الدينية الاسلامية زي ما بتدرس كل سنة تلت موضوعات عقيدة وسير وشخصيات وفي النهاية عبادات العقيدة معانا تلت دروس الدرس الأول الله السلام الدرس الثاني من أداب التعامل مع الآخر آيات من صورة الحجرات الدرس الثالث تقوى الله تعالى ومن الدرس الثالث متفرع مواقف من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم سير وشخصيات الدرس الأول أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته ثم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته والدرس الثالث جعفر ابن أبي طالب معه أيضا متفرع منه إنما يرحم الله من عباده الرحماء بعد كده معانا عبادات الدرس الأول آداب وأوقات الدعاء والليلة ومتفرع منه الدعاء للآخر يلا نبدأ درسنا الأول الله السلام الله السلام السلام اسم من أسماء الله الحسنى احنا أخذنا طبعا يا ابطال في الترم الأول أسماء كثيرة من أسماء الله تعالى وتعرفنا يعني أسماء الله اللي تسمى بها الله عز وجل والأسماء دي أخذناها من كتاب الله تعالى ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيديو جميل جدا كنت عملت على قناة جيل المعرفة هتركوا لكم الرابط أسفل الفيديو وهيظهر حالا أعلى الفيديو ده ارجعوا لي فيه كل أسماء الله تعالى وشرح إزاي نتعامل مع أسماء الله تعالى سواء بالدعاء بها زي ما نعرف دلوقت أو نجعلها كمنهج في حياتنا طيب هنا السلام اسم من أسماء الله ومعنى اسم الله السلام أنه سبحانه سالم من كل نقص وعيب يبقى معنى السلام إيه أن الله سالم من كل نقص وعيب العيوب بتكون في البشر في المخلوقات يعني واحد أخلاقه مش كويسة واحد بيمرض واحد بيجوع يحتاج يدخل إلى الخلاء يحتاج يغتسل كلها دي أصلا نواقص بشرية لكن الله سبحانه وتعالى سالم من كل نقص وعيب ليس فيه نقص وليس فيه عيب وقد خلق الله تعالى الكون خلق ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون كله وعلمنا من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية كيف نعيش في سلام مع كل من حولنا يبقى أنت لازم تعرف يعني إيه اسم الله السلام اللي هو سالم من كل نقص وعيب بعد كده إزاي إحنا هنتعامل مع اسم الله السلام إزاي أبطال تمام أن نعيش فيه سلام مع كل من حولنا وإحنا السلام يعني مضادها إيه الحرب ونشر السلام بتنشر المحبة وزاي ما هنعرف دلوقت فلما يكون فيه سلام بيننا هيكون فيه إيه محبة وتعاون وتآلف ورضا بين الناس جميعا في القرآن الكريم وفي السنة طيب السلام في القرآن يقول لنا إيه وفي القرآن الكريم كثير من الآيات التي تدعو إلى نشر السلام بيننا زي إيه قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بالبعد عن الإساءة والبدء بالإحسان والعفو عمن أساء إلينا ليه فيعم الحب والمودة بين الناس يعني إيه الكلام دي يا حبيبي يعني ما تبدأش بإساءة الناس خليك دايما أنت اللي تبدأ بالإحسان ولو حد أساء إليك عليك أن تقابل هذه الإساءة بالإحسان لو عملت كده هتضع في قلبه المحبة والمودة لكن لو قبلنا الإساءة بالإساءة هيحدث بيننا إيه القر والبغضاء والمشكلة الصغيرة هتكبر وتبقى كبيرة جدا وتنشأ بيننا القراهية والحروب ده كده بالنسبة للقرآن طيب في الأحاديث علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الأفعال التي تساعدنا على العيش بسلام ربنا أمرنا بالسلام الرسول زي ما احنا عارفين إن السنة يا ابطال بتوضح وتبين وتفسر القرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يعلمنا الخطوات أو الأشياء اللي انت لو عملتها هتعيش في سلام مع الناس فقال صلى الله عليه وسلم وعايزين كل من نستمع إلى اسم النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه حتى لا نكون من البخلاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده الحديث في سنن النسائي أي من حسن الخلق ألا يؤذي المسلم الناس بلسانه أو بيده فتعم المودة بين الناس يعني أنت كمسلم لازم الناس تسلم من لسانك ويدك يعني إيه أي الناس لا يصيبهم أي سوء منك سواء بلسانك أو بيدك واحد يقول أنا ما بضربش لكن هو بيسب ويشتم أصدقائه أو يشتم الناس أو يتكلم بكلام أو فتن ده كله طبعا يا ابطال هذا حرام ولا يصح أبدا يبقى حكتين اتنين لازم تحفظهم وما تظلمش بهم الناس اللسان واليد اللسان واليد كده عرفنا إزاي نتعامل مع الناس طيب الدعاء بقى هندعو الله عز وجل بسمه السلام إزاي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أم ندعو بعد كل صلاة بسم الله السلام فكان صلى الله عليه وسلم يقول عقب الانتهاء من الصلاة يعني بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة يرفع يديه ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام نرد دعاء مرة كمان يا ابطال وعايزين نحفظ الأدعية والأحاديث دي من الجميل جدا يا ابطال إن احنا نخرج بعد نهاية السنة بمجموعة أحاديث نكون أحفظناها مجموعة أدعية بعض آيات من الذكر الحكيم الحديث اللي معنا فيه الدعاء بسم الله السلام اللهم أنت السلام دعاء جميل جدا وحديث مريح للنفس اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام الحديث في كتاب صحيح مسلم صحيح مسلم ده كتاب الإمام مسلم جمع فيه الأحاديث الصحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نحيي الآخرين بالدعاء لهم بالسلام عند دخولنا أي مكان فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأوصانا بإفشاء السلام بيننا إفشاء السلام يعني نشر السلام طيب هننشر السلام إزاي؟ أول ما تقابل حد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى كده أنت بتنشر السلام طيب نشر السلام بقى هينشر إيه؟ تمام هينشر المحبة بين الناس تعال شوف كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه؟ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أخرجه مسلم يعني إيه؟ يعني الرسول بيقول تعالوا نقول لكم على شيء بسيط جدا لو عملتوه هتحبوا بعضكم هتشعروا بالمحبة والقرب والألفة بينكم وبين الناس إيه هو؟ أفشوا السلام بينكم يعني أفشوا؟ يعني أنشروا السلام بينكم يعني إيه برضو؟ يعني أي متقابل أي حد سواء كبير أو صغير تسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعرف يا بطل أنت لما تسلم على الناس أو تسلم على صديقك أو حتى لو واحد أنت ما تعرفوش هو هيطمئني ليك هيحبك لما يشوفك كل شوى بتسلم عليه وإنت كمان كأنك بتقوله ما تخافش مني أنا مش هضرك أنت أخي أنا أحبك فهو هيطمئني لك وأنت تطمئني لا؟ نكمل يا أبطال فتحية الإسلام هي تحية طيبة ودعوة من كل منا للآخر بأن يسلمه الله تعالى من كل سوء ده مش كمان أنت بتطمنه لا ده أنت كده بتدعو له أنه يسلم من كل سوء فتزداد روابط المحبة والمودة بين الناس طيب وجبنا بقى يا أبطال إحنا عايزين نعمل إيه؟ مش عايزك تشوف حد إلا لما تسلم عليه سواء تعرفوا أو ما تعرفوش يلا بقى نروح لكده النشاط بسيط جدا على الدرس صن الآية والحديث بما يناسبها من صور اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام صحيح مسلم فين يا أبطال الصورة اللي بتعبر عن الحديث الشريف تمام الصورة الأخيرة اللي هي الدعاء الدعاء لله عز وجل عقب الصلاة يعني بعد الصلاة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كان فيه مشاجرة يعني خناءة بين اتنين خصام بين اتنين لكن فيهم واحد بدأ بالإحسان وبدأ بالسلام ورح يسامح مين صديقه الذي تشجر معه يبقى كده هو بيدفع بالتي هي أحسن يبقى الصورة الأولى قال صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم الصورة اللي فهي إفشاء السلام يعني اتنين بيسلموا على بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيردوا لئه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته العبارة دي انت بتاخد عليها حسنات كثيرة جدا وجزاء من عند الله عز وجل الهون يا حبيب ناتي إلى نهاية هذا الدرس في النهاية لا تنسونا من صالح دعائكم ولا تنسوا الاشراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة اضغطوا اعجابا وطعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد إلى أن ألتقي بكم في درس آخر دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر